كنت ألقى محاضرة في مؤتمر من هذه المؤتمرات في لوس أنجلوس ودخل علي رجل أمريكي يريد أن يسلم مع أخويني سوريين مسلمين فقاطعني أحد الإخوة السوريين وقال لو تكرنت الأخ ذا عاوزينه يعني يردد خلفك الشهادة قل تقدمي أخ تفضل وأوقفت المحاضرة وأجلست الأمريكي عن يميني وجلس الأخوان الكريمان قلت له قبل أن تنطق الشهادة أود أن أسألك لماذا أتيت مسلما وأنت ترى حالنا لا يصر عدوا ولا حبيبة ما الذي جاء بك إلينا قال هذا الرجل وأشار على أخ من أخويني السوريين قال هذا موظف عندي ما دخلت عليه مرة إلا ورأيت البسمة تتع الوجه ورأيت السعادة ظاهرة بادية عليك دخلت عليه اليوم وهو يضع قدمه في حوض الماء الذي أغسل فيه وجهي فصرخت في وجهي كيف تضع قدمك هناك قال أنا أتوضع قلت ما معنى الوضوء قال أنا أغسل قدمي كلهم الخمسة مرات أو يزيد قالت أغسل قدمي خمسة أنا لا أغسل وجهي إلا مرة أو لا أغسله لماذا قال للوضوء وللصلاة وبدأ نعم يخفره قال ما رأيتك ثملا قط ما رأيتك سكرانا قال عوذ بالله دين وحرم على الخمر قال ما رأيتك تعيسا قط قال الرسول يقول عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكرا فكان خير الله وإن أصابته براء صبر فكان خير الله قال فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالسعادة اللي تشعر بها قال نعم إن صبق قال أنا صادق أنا أريد أن أحيا سعيدا فقال اغتسل فاغتسل وأتى به ورزقني الله هذا الصيد بدون سبب وبدون ثمن يقول بأنه قد انتشن محاولة انتحار أكثر من 16 مر لكن الله قدر لهذا الرجل يموت على التوحيد هذا الرجل يا شيخ فهد أصر أن أذهب معه لتناول غداء فدخلت قصرا على الشاطئ من الزجاج المحيط تنزل كأنك في المحيط والجدران زجاج زجاج جلسنا يسيرا فوجدت سيارة قد كسيت بثوب أبيض من الثلج فجلست مشغولا جدا كيف سنركب وكيف سنفتح طوال الجلس وأنا أنظر إلى الصرى من الزجاج وأتعاش كيف سنركب وإذنه يفطن إلى نظراتي فأضغط على زر كهربائي إلى جواره فيبدل الثلج في دقيقة ونصف أو دقيقتين ونحن بالداخل نركب للصرى وغزر أخر فتمتبذ ذراع لتلمي عليه حذاء يبع حذاءه عز الله فتمسع كل هذا الصور يقول هو يقول لي أنا تعمته أنا كل ذلك يقول أنا لا أشعر بطعم للحياة يا الله هذه الحياة وهذه الرفاق يقول لي مللت الحياة يئست من الحياة أكلت كل شيء وفعلت كل شيء وذهبت إلى كل مكان في الدنيا ومع ذلك أنا لا أطيق الحياة سبحان الله وفكر في الانتحار أكثر من مرة الشاهد أنني بعد هذا قلت له وردت خلفي فلا إله يا محمد رسول الله وشعرت يومها بثقة للشهادة كأنما ينكل حجرا من جبل إلى آخر لا إله إلا الله ينطق حرفا حرفا محمد رسولهما أنهى الكلمة وإذ به يدخل في بكاء هستيري فأراد الإخوة أن يسكتوا قلت دعوه اتركوه فلما سكن وسكت قلت له لماذا بكيت فرد عليه في ترجمة شب حرفية قال ما السر في هذه الكلمة أشعر الآن بسعادة في صدري وحلاوة ما ذقت طعمها قبل هذه الكلمة ما الذي وضعتموه فيها قلت هذه كلمة التوحيد وهذه نعمة شرح الصدر بالإسلام لا يذوقها إلا من نطقها صادقا لله سبحانه وتعالى